اشتركوا في القناة ويحده من الشرق مزارع البطالية والمبرز ويحده من الغرب سوق الذهب وحي السياسب ويحده من الشمال حي المجابل وسوق الجوالات سكان القدامة لهذه الحي هم عوائل الصاغة والسادة وبعض العوائل عريقة وكذلك الفلاحين على قراتنا النخالوة هذه الساحة الكبيرة تسمى بالمصبغة وهي كانت سوق لبيع المنتجات الزراعية الموسمية يشتهر حي شعبة ويشتهر سكانها بصناعة الذهب وصياغة الذهب حتى قالوا في الأمثال شعبة قطعة ذهبة وتلاحظ من أسماء المحلات أنها عوائل من شعبة البن صالح المهنة البن عيسى كل هذه العوائل من حي شعبة فقط موسيقى 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 سابقا أرضية الحي والأحياء القديمة بالأحساء رملية ولكن مع تطور الزمن قامت الأمانة مشكورة بتبليط الأحياء القديمة كلها موسيقى ساعة الثمانينات الميلادية تم تحول جزء من الحي إلى حديقة كبيرة ومواقف تخدم الحي وسميت هذه الساحة بساحة الأربعين نسبة إلى أربعين يط الحسين وهذه التسمية تسمية شعبية من أهل المنطقة طبعا بعد تطوير المنطقة أهل هذا الحي ذهبوا إلى الأحياء الجديدة في الأحساء والبعض هاجر هجرة وسط الوطن إلى مدينة الدمام هذه الأحياء بحكم الممرات الضيقة فلا وجود للسيارات فتجد الهدوء في هذه الأحياء الحي تجد مراحل التطور العمراني في الأحساء يتجسد كامل فترى البيوت الطين ثم البيوت الشعبية والبيوت المسلحة الحديثة إلى متابعيني في اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك واللايك من حي الشعب في المبرز الحي العريق كان معكم سناب واحد الأحساء في آمان الله اشتركوا في القناة